قال تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك يعني الشيطان فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى الجنة دي لا فيها جوع ولا فيها فقدان للنعمة وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى لا فيها عطش ولا حر فوسوس إليه الشيطان بداية الكلام السلبي الوسوسة يعني الكلام السلبي اللي بيضيعك فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فتكر بس الدخلة كانت منين لو كالت من الشجرة دي أنت هتفضل عايش مع ربنا على طول وملكك في الجنة اللي بتشوف فيه ربنا باستمرار ده هيفضل فدخلوا من نية طيبة حتة تانية اللي ربنا بيحكيها قال تعالى الشيطان بيقول لسيدنا آدم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين تعرف ربنا ليه قالك ما تاكلش من الشجرة عشان ما تتحولش الملك زي سيدنا جبريل عايش عند ربنا ولو كالت منها هتبقى خالد يعني عمرك ما تفقد المتعة بتاعت رؤية ربنا باستمرار وسيدنا آدم بيحب ربنا وستنا حواء تحب ربنا فدخلوا من النية دي هتبقى ملك وعايش دايما مع ربنا بس الأصعب بقى كمان قال تعالى وقاسم هما إني لكما لمن الناصحين فدلا هما بغرور حلفلوا قالوا والله أنا بنصحك مش بغشك فدلا هما بغرور يعني خدعوا ونقف هنا الكنز اللي وراء خدعت إبليس الخبيثة هي إن الشيطان بيخش للأسوياء من نواياهم الطيبة اوعى تفتكر إن أنا وإنت لما بنغلط أو بنعصي بنعصي عشان إحنا مليانين شر إطلاقا اللي بيغلط والشيطان بيدحك عليه ما بيبقاش عامل زي الأفلام كده بيدحك كده كأنه شرير وبيعصي وهو بينظر نظرات فيها خبث ويبقى عايز يفتري على خلق الله مش كل الناس كده في معاصي كتير الواحد بيقع فيها بسبب نيته الطيبة انت عارف عابد بني إسرائيل اللي نزل فيه الآية اللي في خواتيم سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ده كان عابد وبعدين فيه مجموعة إخوات كانوا مسافرين فسكنوا أختهم في بيت جنب بيته ووصوا عليها يعني يتطمن كده فكل شوية كان بيتطمن عليها تمام إحنا ماشيين لغاية دلوقتي بمنتهى الاحترام جي الشيطان قال له طب دي يعني فأمنتك ابقى خش كده أقعد معاها شوية واسأل عنها يمكن تكون عندها مشاكل ملهاش حد تحكي معاها فدخل وهنا حتة مهمة قوي النية الطيبة نية الحماية اللي كانت عند عابد بني إسرائيل كان يجب أن تعرض على الوحي لو عندك نية طيبة هتعمل بيها فعل معين اعرض الفعل ده على الوحي هو ما عرضش الفعل ده لأن الخلوة محرمة في الوحي في كل الديانات السماوية فدخل كان يقعد معاها ويفطر ويتغدى معاها في خلوة في بيت مقفول ومن هنا جات الغلطة عشان كده زمان لما كان القريش يقولوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إيه رأيك؟ نعبد إلهك عام وتعبد إلهنا عام فنزل القرآن وده لو تدهن فيدهنون تدهن في اللغة العربية بنا وبن بعض اللي هو إيه عارف لما تعم على عم حد لأن تسمع كلامه يعني كده في حاجة غلط هو يسمع كلامك في الصح خدت بالك من العرض ماشي مع ايه؟ يا هيعبدوا ربنا سنة فربنا يعلم صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة أننا بيعارف لكن ربنا بيعلم نحن ونزلت الآية التانية الأشهر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد بس شطان قريش خلهم يروحوا للنبي من الحتة دي ايه رأيك؟ نعبد إلهك أهو عام وتعبد إلهنا عام فاتعرض الكلام ده على الوحي الوحي ينزل على طول لا أعبد ما تعبدون علشان كده أنت كتير مثلا لما تجذب ما بتبقاش تجب بتجذب عشان أنت إنسان قلبك اسود أنت بتجذب علشان نيتك تنجي نفسك من أزية معينة ولا تحافظ على منظرك بس خد بالك نيتك في حماية نفسك اعرضها على الوحي الأول القرآن والسنة تلاقي الكذب حرام لما يجي الشيطان يقول لك مدي إيدك في خزنة الشركة تاخد إرشين مش هيفرقوا مع ملايين الشركة عشان تحل مشكلتك ما أنت لما تحل مشكلتك هتعرف تشتغل وإنت مركز شايف النواية لازم تعرض النية الطيبة دي على الوحي القرآن والسنة اللي بيعلموني أن السرق حرام عشان كده الشيطان يوم القيامة يتحطله منبر في النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أنا ما مسكتش حد جبته كده في الغلط إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنت اللي ما عرضتش وسواستي على الشرع وعلى الدين وعلى القرآن والسنة عشان تعرف نيتك الطيبة دي الفعل المصاحب ليها عمل صالح ولا عمل سيء لأن النية الطيبة يجب أن يصحبها عمل صالح سيدنا آدم هنا كاتنيته شجرة الخلد وملك لا يبلى ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين نعيش مع ربنا عند عرش ربنا جنب ربنا زي الملايكة أمنية جميلة لأي حد بيحب ربنا عشان كده ربنا قال فدل هما بغرور كان فيه خدعة والآية التانية الأشهر اللي في صوت البقرة فأزلهما الشيطان عنها زلل الزلل يعني الغلطة اللي مش مقصودة الكنز اللي من وراء القصة دي أن النية الطيبة قد تكون مدخل للشيطان فدايما تعرض نواياك على القرآن والسنة لأن النية الطيبة يجب أن يوافقها عمل صالح سيدنا عبدالله